السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام اليوم حاب احكي بس شوية مواضيع او شوية معلومات مهمة جدا جدا عن هاي الدائرة اللي امامكم هاي الدائرة اخواني الكرام خلنا احكي انا مرتبهم عن طريق يعني ارقام بس لانهم مهمات رقم واحد اللي هو الملف دائما اسأل وين الملف الاول هذا الملف الاول ورقم اثنين عنده الملف الثاني اخواني الكرام بس خلنا نعرف شغلة الجهاز بيشتغل من 9 فولت الى 12 فولت هاي الدائرة اللي هي مرسل ومستقبل هم اهم شيء بالدائرة اذا عندي المرسل والمستقبل اهم شيء في الدائرة انا ممكن اسميهم مرسلين لانه اصلا بيرسلوا نفس التردد اثنين شو نوع الموجة المرسلة هون نوع الموجة هي موجة راديوية الاصل ان تكون بحدود المائة كيلو هيرتز فبتخترق بشكل جيد لكن الحقيقة الملفات اللي انا عملتها وكلكو تقريبا لجرب الدائرة من خلال القناة عملها تقريبا هي بحدود من من سبعين الى خمسة تمانين كيلو هيرتز طبعا عشان الاستقرار انا فضلت استعمل المكثفات بالبداية بتكون مية واربعة لكن اذا بدنا مية كيلو هيرتز شعليا فممكن نحط مكثفات هون شايفين هم بالعدسة او مكثفات العدسة هذول ممكن يكونوا مية وثلاث رقم مية وثلاث اللي هو عشرة نانو الآن عندنا قليني بس اوضحو لكم بعض النقاط اذا حكينا انه هاي الدائرة اهم او هذول المرسلين الترانزوستورين واحد واثنين والملفين واحد واثنين هذول اهم شيء بالدائرة طيب هل ممكن أن نكتب فيهم بما أنهم أهم أثنين في الدائرة الحقيقة لو قسنا بالأفوميتر وحطينا على أقل فولتية وشغلنا ملفين أو الدائرة شغلناها عادي وقسنا الفولتية عند رقم أربعة اللي شايفينها تحت ماشي الحال وحطينا الأفوميتر الموجب على رقم أربعة والسالب تحت رقم ثلاثة هون على الخط الأسود على أي نقطة بالسالب الآن رح يستشعر الأفوميتر أي تغيير بالملفات يعني لو قربت معدن من أحد الملفات رح يعطيك إشارة ولكن العمق ليس كبير العمق ليس كبير فإذن ممكن عن طريق الأفوميتر والموتران الجسترين هذول نشكل كاشف معدن ولكن العمق أنا حكيت يعني العمق الملف قطر الثلاثين صانتي ممكن بيجيب معك عمق فقط يعني على مستوى على معدن كبير معدن كبير عنا بالواقع العادي بيجيب 80 صانتي ومتر لكن بالمرحلة هاي ممكن بيجيب معك 50 صانتي فقط الكاشف بالأفوميتر عن طريق لو أخذنا ترانزستور الثالث وقسنا بالضبط عند النقطة ستة عند النقطة ستة وأي نقطة في الخط الأسود يعني حطينا الأفوميتر الأحمر تحت العشرة كيلو رقم اللي عندها رقم ستة أنا هون لو حطينا الأفوميتر عند هاي النقطة وعلى أي نقطة في السالب رح يكون الوضع أفضل بكثير بكثير وراح تشوفوا أنه الأفوميتر بهاي المرحلة عند النقطة هاي بالذات رح يكشف بشكل أفضل وبجوز اللي بدو يكتفي بالأفوميتر بجوز ما بدو يكمل الدائرة خلاص إذن خلينا نكون هنا يعني وعيين للشغلة هاي إذن إذا استخدمنا ثلاثة ترانزستورات بالدائرة هاي اللي قدامكم أنتم عند النقطة رقم ستة اللي هي تحت العشرة كيلو لو وضعنا الأفوميتر الموجب والأفوميتر الخط الثاني على أي نقطة بالسالب الخط الأسود الآن رح يعطينا عمقه كويس لجميع انتبهوا لجميع الملفات عمقه كويس ما رح طبعا يكون أفضل من الجهاز الكامل لا بس عمقه يعني منافسه له كثير إن شاء الله تكونوا فهمتوني إذن هاي الشغلة بدي يعني تكون واضحة عندكم أنه ممكن إحنا بخاصة بالترانزستورات الثلاث هذول ممكن بنقيس الإشارة عن تقريب معدن لأحد الملفات بتتغير الإشارة بشكل واضح ويصبح عندنا كاشف معدن من ثلاث ترانزستورات هذول فقط أنا طبعا جربت هاي التجربة ونجحت مياه عشان هيك بحكي لكم عنها بشكل يعني قوي وواثق إن شاء الله تعالى الآن عند الرقم سبعة اللي هي 29 كيلو الثانية هنا الإشارة واضحة تماما للسمع عبر الهدفن بشكل واضح وعن طريق الهاتف ممكن نستعمل الدائرة قدامكم تضيف بس 10 كيلو وبنستعمل الدائرة هاي اللي قدامكم الجاك هون السماعة بالهاتف وبتستعملوا مع الهاتف أي برنامج تحليل صوتي كاشف تردد الصوت بمشي معكم إن شاء الله وبيشتغل بشكل ممتاز جدا وبهاي المرحلة ممكن فيه اللي هو سمارت هينتر تطبيق سمارت هينتر تستعملو لأنه يعمل كمان صوت اللي استعملو قبل هالمرة بيعرف إنه بعمل كمان صوت حتى بتستغني عن السماعة يعني يعمل صوت عالي مرتفع يعني بتستغني عن باقي الدائرة إذا استعملت سمارت هينتر و이면 يشتغل معك سمارت هينتر اللي هو التطبيق سمارت هينتر يعمل صح لأنه مش الكل يعرف يشغله وإن شاء الله أنا يعني الحمد لله شغلته وكان كويس معي بس من واحد لواحد انه يقدر يشغله عن طريق الاعدادات لانه لازم تدخل تفعل بعض الشغلات عن طريق الاعدادات بالبرنابج لانه اول ما بتفتحه ما بيعطيك على طول استجابة اوكي ماشي الان هاي النقاط انا حبيت احكي عنها يعني هي واضحة جدا الملفات اخواني نزلتها على قناة الواتس للي يحب ايضا يستعيد ذكرى بالملفات هاي انا ان شاء الله تعالى رح اعمل تجارب جديدة خلال الفترة القادمة وان شاء الله تعالى بتستفيدوا منها هاي الملفات للتذكير ملف ستين بستين عليها اربع لفات هذا الملف عنا متر طول وعرض خمسة خمسين صانتي برضو بوصل الى ثلاث متر استعملنا كويس وهذا منف ثلاثين صانتي بسبع لفات اه اخواني انصح انه اذا بدنا نساوي نشتغل الملف لازم نشتغل بشكل صحيح من البداية اه اخواني الكرام اه لا تنسوا تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة ومن ثم العجاب في فيديو ارجو انه اه تكونوا استفدتم من هذا الفيديو لانه هذا الفيديو اه هدفه البلبلداية الاستفادة وان شاء الله تكونوا خصلت عليها دعاكم لنا بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته